بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد عطياد دهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتجزية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول النهاردة جايين نتكلم معاكم عن أشهر ثلاث أسباب للإسهال لكن بعد الفاصل على طول نبدأ بشكل مستمر علشان ما نضيعش وقت الحلقة بتاعنا وقت الحلقة بتاعنا سمي أشهر ثلاث أسباب بتقابلنا في الايادة اللي هي حالة النزلة المعوية حالة القولون العصبي حالة الأميبة هناك أسباب أخرى مؤدية إلى الإسهال زي الايدز أو تسمم بصوا يا جماعة بشكل بسيط كده عشان نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه أي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه ما فيش حد يبقى خارج مش مبسوط عايزين كل الناس من هنا تكون طالعة مبسوطة من الفيديو ده عايزكم بقى تركيزوا معايا واحدة واحدة إزاي نفرق ما بين كلهم بصوا يا جماعة ما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبة نقدر نقول بشكل بسيط يا دكتور بتي دينا دايما معلومات جميلة جدا ومهمة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش لكن دلوقتي يا دكتور إزاي نشخص حالة ما نتكلم عن تشخيص الأميبة لازم نتفق واتفاق كده مع بعض ما نيجي نقول إسهال لسواكلة النازلة المعوية أو القولون العصبي أو الأميبة إن كلهم مشتركين في حالة وجع البطن تمام؟ دي كده النقطة رقم واحد دي النقطة الثانية بقى نمسك كل حاجه من اللي نمسك الأميبة ونتكلم وما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبة نقدر نقول إن في وجع إثناء التبرز مع راحة براز كريهة طبعا والحالات الأساسية وللي قولنا عليها إن في اسهال مع وجع بالبطن يجب إسهال ووجع بالبطن وريحة براز كريهة ووجع أثناء التبرز دكده بشكل مختصر خالص الأميبة بص يا جماعة ما نيجي نتكلم عن تشخيص النازلة المعوية هذا لازم يكون فيه إسهال والناس اللي لم تفرجتش على فيديو النازلة المعوية تروح نتفرج عليه دل fretна حالا د務üğو معلومات تزدار هذه المحلقة عن الأسباب والتشخيص والعلاج والرشدة طبية التي تكتب في العيادات في رؤية النازلة المعوية خس Maya نؤ sacrifices ترجيع وسخونية و 2012 رؤية نتفرج علي نظرا الطبية نعمله يونما احنا كدة عرفنا تشخيص الاميبة اgiveنا تشخيص النازلة الأي spell يلا نتكلم على تشخيص القولون العtał جميل صحيح الأثروة أخبرنا تشخيص الاميبة واتشخيص نازلة المعوية التي تتكلمه عن تشخيص قولون العصبي تنمارونا عن تشخيص القولون العصبي يجب أن نقول من أنه يوجد انتفاخ و 220 إلجاب تنفق مع غير species واضع مع الزعل والضغط العصبي لأنّ منذ انصح الناس كيفيةじゃ ЭТФ في كل الأماكن، في كل الدورات، في كل المؤتمرات، في كل الأماكن ننصح، نقول ممنوع العصبية لا تسمح لأي حد من الأحوال أنه يعصبك لأنك لا يأتي لك الضغط، لا يأتي لك السكر، لا يأتي لك القلب، لا يأتي لك في النهاية وهو قاعد في حالة من البرود يا الله جماعة، الآن نراجع كل الكلام الذي قلناه نحن تكلمنا أول شيء عن الإسهال، وقلنا أن الإسهال أشهر ثلاث أسباب له واحد، الأميبة، اثنين، النزلة المعوية، ثلاثة، القولون العصبي بشكل بسيط، تكلمنا عن الإسهال، قلنا هناك ثلاث أسباب رئيسية أو من أشهر الأسباب اللي بتقابلنا في العيادات قد تكون هناك أسباب أخرى زي الإيدز أو تسمم أو أيا كان الأسباب الأخرى لكن هنا بنتكلم دلوقتي عن أشهر ثلاث أسباب بالفعل بنقابلها في العيادة اللي هو الأميبة والنزلة المعوية والقولون العصبي إما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجة، أول حاجة إما نيجي نتكلم عن الأميبة نقدر نقول إن في ريحة براز كريهة، وفي وجع أثناء التبرز طبعاً مع وجع البطن إما نيجي نتكلم عن الجاسترو انترايتس أو النازلة المعوية نقدر نقول إن في وجع البطن مع الترجيع والسخنية وروح يسمع دلوقتي فيديو النازلة المعوية علشان تاخد معلومات مفصلة عن الأسباب والتشخيص والعلاج والرشدة الطبيعية اللي بتتكتب في حالة النازلة المعوية وثالث حاجة اللي هو القولون العصبي إما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع بإسهال أو إمساك في وجع بالبطن، في سوق هضم، في انتفاخات وطبعاً بتزيد مع الزعل والضغط العصبي عشان كده بننصح كل الناس في الرشدة بتاعتنا مش مجرد أدوية بس نكتب كده ممنوع العصبي مش عايزين نسمح لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبنا يبقى كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه طب يا دكتور بقى الرشدة اللي بنكتبها في حالات الإسهال في العيادة يا دكتور يلا بينا علاج الإسهال 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 لا نقول من شوية هنبحث عن السبب بتاعنا هل هو جسر جسر كولون سباستيك هل هو أميبة هنبحث عن السبب بالضبط بالنسبة للنازلة أو النازلة المعوية بالنسبة للنازلة المعوية عاملين فيديو كامل عن النازلة المعوية روح يتفرج عليه دلوقتي حالا علشان تعرف علاج النازلة المعوية هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت ده بالنسبة للعلاج النازلة المعوية لو طلع السبب بتاعنا قولون عصبي اهو القولون العصبي روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون العصبي الآن اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو علاج الاميبة علاج الاميبة علاج الاميبة يلا نعرف بقى علاج الاميبة إيه نتكلم عن علاج الإسهال المسببة الاميبة سنكتب حاجة انتي بكتيريال إيه الأدوية دكتور اللي فيها الانتي بكتيريال بشكل بسيط نقدر نقوم الحاجات اللي فيها الحاجة اسمها الانتو سيد تابلت او الفلاجيل الفلاجيل تابلت ده بشكل بسيط يا جماعة يوباحنا دلوقتي بنعالج اليساء المسبب لامي ام علاج الكونون العصر او علاج النازلة المعوية ارجاع الفيديوهات بتاعتها فيها معلومات قايمة جدا كتبين الرشدات هناك بشكل مفصل لكن النهاردة كتبنا علاج الاميبة المسببة للاسهال بنكسب حاجة انت بكتريال يعني مضاد للبكتريا الحاجات دي كلها لعلاج الاميبة المسببة للاسهال وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة على استغداء يا جماعة الادوية دي ارس ثلاث مرات يوميا لمدة اسبوعيا وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة عايز منكم كلكم بلا سيسناء انزل اعمل لايك او ديس لايك لو مش عجبك الفيديو يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك مش عجبك الفيديو اعمل ديس لايك علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر مش بحس ان الجميع يستفيد شاركوا الفيديو فاتدالي على الخير كفاعله شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عاطية دهشان رئيس الجمعات الطبية العمومية للتغذية العلاجية دومتم بصحة وعافية انتظرونا في حلقة جديدة